اشهدت معالي السيدة فوزية بن عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب بجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز التعاون والتنسيق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة الوطن والمواطنين تحقيقا للرؤية الثاقبة والتطلعات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وعاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في ظل العهد الزاهر والمسيرة التنموية الشاملة وعربت معاليها عن بالغ التقدير والامتنان لتشرف رئيسة مجلس النواب ورئيس مجلس الشورى وعضاء هيئة المكتب بمجلسي الشورى والنواب ورئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وبحث السبو لتحقيق التطلعات الوطنية عبر المزيد من التنسيق والتعاون وفق منهجية عملية تنفيذية ومبادرات ولقاءات واجتماعات متواصلة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية أوضحت معاليها أن مجلس النواب يؤكد دعمه وتأيده بكل الفخر والاعتزاز لما تفضل به سمو حفظه الله والتوجيه الكريم لأهمية عادة تفعيل العمل باللجنة المشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتجديد العزم لموصلة العمل بناء على ما تحقق من إنجازات للوطن ترجمة نانسي قنقر